النهاردة كان فيه افتتحات صباح اليوم يستاذة فريدة في العين السخنة متعلقة بمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية والحقيقة أنه الرئيس قال أنه هذا المجمع هيخدم وصول مصر برقعتها الزراعية لتقريباً 3.5 مليون فدائن في الداخل المصر بالزبط كم إزاي المساحة الشاسعة دي مهمة في هذا التوقيت في الوضع المتعلق بالأمن الغذائي شوفي مش دي مهمة دي حيوية يعني لو ما فيش دي ده فيه فناء فيه كرسة لقدر الله الحمد لله أن احنا عندنا قائد يعني كل حاجة كل صغيرة كل ده بتناملة في مصر فيما يتعلق بالبناء ما بتكلمش على الحاجات التانية للساعات التجوزات والقرف اللي بنشوفه من البعض اللي مش حاسس باهمية المرحلة وبخطورتها يعني لولا هو مش عارفة كنا روحنا فين يعني أنا النهار ده مثلا عرفت أنه هو بقالنا أربع سنين بيتعامل المجمع ده بتاع البيترو كيميامية الأسميدة الأسميدة الأزوتائية فأنا نفسي أسأل يعني وهو فيه ناس تقولك إيه هو فين تعامل إيه تعامل إيه وانت مصنع زي ده أو مجمع زي ده فيه كل الإمكانات دي وفيه كل التقاط دي وفيه كل الأمل اللي بيحمله لل يعني تخصيب الأرض والحفاظ عليها وكمان استسطحة أراضي زراعية تاني عايز كل ده يطلع كده يعني ننام ونقوم نلاقيه لأ ده بيثبت أن فيه شغل وشغل جبار وبإخلاص وبتثاني علشان مصر ترجع تاني تسترجع مكانها ومكانتها وده على فكرة بيأكد الكلمة اللي قالها السيسي في أول يوم أول يوم قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى فيه إرادة مصرية من غير اكتفاق ذاتي في الطعام فيه ما فيهش لأنه لو إحنا مش عندنا اكتفاق ذاتي إحنا هنضطر نطلب ونستجدي وندين بالحاجات دي لا ده فعلا هو ده الطريق اللي أنا شايفة إنه هو طريق يعني تحليق مصر عشان تبقى هي قد الدنيا تبقى أم الدنيا فعلا التوسع الزراعي اللي بيحصل دلوقتي يا أستاذة فريدة هل برأيك ليه مردود اجتماعي؟ طبعا طبعا كل الناس فرحانة مش حاسة بأمام يعني بس هي المشكلة يعني أنا دايما بقولك ومقتنع بداه فيه تقصير إعلامي عندنا تقصير إعلامي حتى النهاردة الرئيس قال قال يعني المفروض الإعلامي يودي الناس فيه ناس تروح تزور عشان مش فيه ما هو أهل الشر بقى اللجانة الإلكترونية اللي عندهم مفيش حاجة ده كل ده كذب مفيش مشاريع مفيش صناعة صح ولا لأ لما أنت تعملي زيارات ميدانية للطلبة والشباب هو حد هيقدر بقى يكذب اللي شافوا بعينيه هيبقى صعب قوي يعني يعني ده من ناحية من ناحية تانية إنه الحاجات اللي بنشوفها اللي بتتجسد قدام عينينا دي تدينا ثقة أكتر وبتدينا كمان لازم نفهم الناس أو يعني يتفهم الإعلام يقوم بدور من غير رعب من أهل الشر يعني أهل الشر يعني كنا سبعين مليون كنا تلاتين مليون سنة سبعين بقى إنه مية وحاجة دلوقتي ده كتير جدا فالريس كمان بيقول إنه يبقى فيه يعني تناسب يعني فيه عقل بين يعني أنت النهاردة لما تيجي يبقى عندك في الكم سنة الأخيرة دول الثمان سنين الأخرين دول زدنا عشرين مليون طب مين اللي يقدر على كده مين وهل إحنا عندنا أرض تصلح على المدى يعني بعد أجيال كده إنها تستوعب كل سنة أتين مليون ونص لا فلازم يبقى فيه تنبيه وتوعية بخطورة الانفجار السكاني وبعدين يعني لما يبقى حد عنده عيلين ويربيهم كويس ويدخلهم مدارس ويلبسهم كويس ويبنع عنهم أي شعور بالانكسار لما يبقوا جعانين أو يبقوا لابسين حاجات ممزخة أو كده يعني لا بعمل شكرا الرجل ى